هل تتشرف بأعمامك الطيبين وأرحامك الصالحين هل يسعدك ثناء الناس عليهم فكيف بعم باه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه إنه أبو الفضل العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافن القرشي الهاشمي عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صن أبيه والصن المثل والنظير كان العباس في الجاهلية رئيسا في قريش وإليه كانت سقاية الحجاج والمعتمرين في الجاهلية والإسلام وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم من سقاية عمه العباس في حجة الوداع كان العباس لا يدع في الجاهلية أحدا يسب في المسجد الحرام أو يقول فيه كلاما قبيحا بل كان يحملهم على عمارته في الخير شهد بيعة العقبة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليشترط له على الأنصار وكان حينئذ مشركا وشهد بدرا مع المشركين مكرها وأسر يومئذ ثم فدا نفسه بالمال ثم أسلم بعد ذلك وكان من أكرم الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا العباس بن عبد المطلب أجود قريش كفا وأوصلها وكان ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو الذي نادى على المدبرين لأنه كان جهير الصوت أين أصحاب السمرة فعادوا قائلين يا لبيك يا لبيك وكان عمر بن الخطاب يستدعي العباس عند القحط ليستسقي معهم ويدعو فيسقهون توفي العباس في نصف رجب سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة وله ست أو ثمان وثمانون سنة وصلى عليه عثمان بن عفان ودفن بالبقيع فرضي الله عنه وأرضاه